في جريدة الشروق دافع المخرج إبراهيم فخرة عن المشهد وقال مشهد حرق الإبن اللي أبيه نوع من الاختبار لمشاعر المجتمع وأن شعور شريحة كبيرة من الجمهور بالصدمة أمر إيجابي جدا وبيأكد أن مجتمعنا لسه بخير وبيقدر قيمة الأب وبيقدس العلاقة بين الأبناء والأباء قال كمان المخرج أن الجمهور لو رحب المشهد والتمس العزر لتصرف الإبن لأبيه معناه أن الأسرة المصرية اتفككت وأن مجتمعنا أصبح دموي